أهلا بحراجكم من جديد والأهلي خط أحمر طبعا عندنا موضعات كتير فيما يخص مباراة منتخب مصر والسنغال وأيضا موضعات فيما يخص الفريق القروب النادي الأهلي والأحداث اللي تبعت مباراة منتخب مصر ومنتخب السنغال لكن النهاردة النادي الأهلي يعني على طريق بقى الانشاءات والفروع المتزيدة الشيخ زايد والتجمع الخامس النادي الأهلي النهاردة بيحصل على موافقة وزارة الإسكان على إدراج إنشاء مسجد وحمام سباحة جديد فرع الشيخ زايد زي ما حضركم شايفين على الشاشة دي صور أعمال إنشاءية في كل الفروع سواء فرع الشيخ زايد أو الفروع الأخرى والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لنادي الأهلي يعني صرح أن في تعديل للقرار الوزاري الخاص بإنشاء المسجد وحمام السباحة الجديد بفرع زايد وهيقوم بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الشيخ زايد لاستخراج التصريح الخاصة بعملية الإنشاء طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وجه الشكر للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لموافقته على طلب النادي طبعا الأمور على قدم من وصاق في الإنشاءات داخل فروع النادي ومجلس الإدارة نجحات في كرة القدم وأيضا اهتمام كبير جدا بالإنشاءات في فروع النادي الخدمة أعضاء النادي الأهلي أعتقد النادي الأهلي لا يكل في أنه هو يقدم لأعضاءه كل ما يرضيهم وكل جديد والنادي الأهلي دايما بيحاول يعمل دوبي ودايما بيحاول يوفر الخدمات اللي كل أعضاءه متوقعينها منه وعندهم ثقة تمة في الإدارة فيها وعندنا المستشار الهندسي للنادي الأهلي برضو كان صرح بأن فرع زايد بيشهد عملا مكسفا في العديد من المشروعات على رأسها الجيم الجديد اللي بيتم إنشاؤه بالدور العلوي فوق الجيم القديم كما تم أيضا الانتهاء مؤخرا من تجديد أرضيات ملاعب التنس بالكامل وكذلك تم الانتهاء من تنجيل أرضية ملاعب كرة القدم الجديدة بأحدث أجيال النجيل الصناعي وطبعا قصة النجيل الصناعي ده درجات مختلفة وجودته وأعتقد النادي الأهلي بيحاول يقدم شيء مرضي وكمان المستشار الهندسي أكد إن ملاعب البادل خاصة بفرع زايد وصلت بالفعل وتم استراضاها من الخارج ونقوم حاليا بالتجهيز والترتيب للملاعب تمهيدة اللي افتتحها وطبعا البادل ده حاجة الملاعب بتاعته قريبة من التنس شوية وبتلعب غالبا زوجي يعني والنادي الأهلي ما بتأخرش في فكرة أنه يقدم كل حاجة بينتظرها عضاءه وحتى جمهوره في كرة القدم أكيد تأكيد يا فارس يعني الأمور بتسير بالتوازي ما بين الانشاءات وما بين الانجازات في كرة القدم